منذ العدل عايز اتكلم على نهاية بين السماء والارض مختلفة تماما عن نهاية الفيلم نهاية الفيلم كانت نهاية يمكن في وقتها في الستينيات او وقت الفيلم كانت دايما متعودين على النهاية السعيدة الابطال يتجوزوا في الاخر او يرجعوا البعض في الاخر او يخرجوا من الاسانسير زي بين السماء والارض انت هنا عملتلنا شوك ويمكن احنا شفنا وقدت ترند لكزا يوم مع الحلقة الاخيرة بسبب النهاية دي بس كتير او يتكلموا عن النهاية دي وزي ما شفت على السوشال ميديا بطل المسلسل هاني سلامة طلع قال ان انا كان نفسي تبقى النهاية مفتوحة بس طبعا دي رؤية مخرج فعايز اعرف بقى هنا رؤيتك انت للنهاية دي وتشرح حالي طيب خلينا بس ما بدايا نقول ان نهاية بين السماء والارض الفيلم مش نهاية مبهجة خالص نهاية بين السماء والارض الفيلم الناس بتخرج من الاسانسير وكل اللي كان المفروض انه تطهر رجع اللي عدته القديمة ثاني اللي كان متحرش رجع متحرش واللي كان حرامي رجع حرامي كل حالي طيب هي تبدو نهاية سعيدة انها مش نهاية سعيدة يعايزين يقولوا منها الاستاذ صلاح والاستاذ نجيب ان البناء ادم بيحاول يعني بيتطرق لنفسه وبيبتري يحاول يبقى احسن وقت الازمة وقت الازمة الخطر وقت الخطر صح اما يخلص الخطر بترجع كل حاجة زي ما كان دي نهاية محبطة مش نهاية سعيدة بس لان الفيلم معمول في اطار كوميدي معمول بشكل لايت فانت كأنك حسيت انه اي ده دي نهاية مبهجة طيب نيجي بقى لنهاية بين السماء والارض المسلسل المسلسل اصلا عايز يقول ايه ايه المرال اللي من ورا المسلسل ده اللي هو موجود في التتر على لسان الشعر نور الدين محمد اللي بيقول فيه دلوقتي كلنا ممثلين دلوقتي المجتمع بقى يظهر شيء وجوه شيء تاني بقى انا نتعامل مع ناس تبقى فاكروا راجل محترم جدا ويا سلام زي الراجل مثلا اللي لسه ااخد حكم ده اللي كان متحرش بطفلة في المعينة عشر سنين راجل يبدو قدامي بيصور قدام الكعبة وبيصلي ومحترم وعنده بزنس ويتصرف تصرف دنيئ زي ده مثلا صح فالشر في المجتمع في وجهة نظري المتوضع اكتر بكتير من الخير الناس الطبعتها والمجتمع نفسه اختلف كتير عن زمان انا كنت عايز اقول من المسلسل لا ان يا جماعة نحاول نلحق نفسنا احنا مجتمع اتكالي بمعنى انه اما تبقى عندك عيب تقول ان شاء الله هبصلحه بإذن الله بكرة هبقى عمل اه ان شاء الله هنبقى نعمل ممكن ما تلحقش صح طبعا طيب ومناقنا عليها انا كنت عايز اوري الناس النهاية اللي انت مش عايز تشوفها دي اللي هي احنا ممكن يحصل لنا ايه لو ما لحقتش انت دايما مش عايز تشوفها انت دايما بتدور على امل وخلاص بتهرب منها بالامل بالامل ان شاء الله هتتحل اه طب ما افرض ما لحقتش يا سيدي الفاضي فانا كنت عايز اوري الناس النهاية اللي احنا ما بنحبش نشوفها اللي بنهرب منها اه واللي انت دايما بتقول ان شاء الله مش هتحصل ان شاء الله هلحق نفسي ان شاء الله هعمل كزا طبعا يعني انت ممكن ما تلحقش وبناء عليها انا عملت النهاية دي رغم ان كان فيه ناس كتير بتتكلم معايا واحنا بنصور المسلسل احنا هنقفل ازاي واسهل طريق اسهل حل كانت ان الناس تخرج يعني يجب ان اسهل حاجة اسهل حاجة يعني اول حاجة هتيجي على بالك وده اللي كان متوقع على فكرة بالزبط كده انت عارف انت الحلو ايه في النهاية دي ان الناس كلها بيشوفوا المسلسل متخيلين نهاية ما انت جبت عكس صحيح صحيح بس انا ما كنتش عاملها من باب انا كنت عاملها من باب ان انا عايز اقول لك لو احنا فضلنا بنفس الطبيعة دي بنفس الاخلاق دي بنفس التغيرات الخطيرة اللي حصلة للناس في المجتمع والمشاكل اللي بنشوفها من الناس والشر اللي زات في المجتمع دي النهاية المجتمع ده هيقع واللزالك الاسنصير ده وقع وقع لانه احنا مش هننكمل لو ما تغيرناش لو ما اتطورناش لو ما تحسناش انما انا كان ممكن اقول لك ايه 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 ده انت اتهارت طب يالله خرجوا وقالفوا مبروكوا هنبقى كويسين عبقى من وجهة نظري كذاب لانه الناس ما بتتغيرش كده الناس بتتغير لما تعمل وقفة حقيقية مع النفس مش وقت الازمة مش وقت الخطر والحمد لله زي ما كان فيه ناس بالنسبة لها الفينال صادم قوي شاكن جويان هراب يضو احنا مكنش متخالين وزي ما اتساوي كده فيه ناس كتير برضو على السوشيال ميديا بتتكلم على انه انت انبهتنا فوقتنا اديتنا احساس انه ايه ده نلحق يلا نلحق دلوقتي بيش وقت نضيعه عشكده الحلقة كان اسمها فات المعد عشان كده غنوة فات المعد كانت موجودة على الفينال مكلسوم بالذب حلوة قوي قوي وده مطلوب منه ان انت تصلح مشاكلك دلوقتي مش تستنى قدام يمكن تحلها ويمكن ما تلحقش تحلها فهموا أصلا فده كان للمقصود كان فيها مسجز كتيرة قوي بالذبط مش عقاب الموت قدر انا ممكن ابقى صالح جدا ويموت وممكن ابقى فاسد جدا ويموت يعني هموت اكيد طبعا انما في الاخر ده مسج للناس يا جماعة نصحى قبل ما يفوت المعد انما انا مش حدي الناس امل وانا شايف ان ما فيش حاجة تستدعي الامل لما لاقي ان من وجهة نظري كراجل عايز اقول وجهة نظر اما لاقي ان فيه حاجة تستدعي الامل اديلك امل اقول لك اه على فكرة فيه تحسن احنا بنتحسن السنين الاخيرة احنا بنسوق اكتر كل يوم عن اليوم اللي قبله طب نلحق نفسنا بقى يعني نحاول نلحق نفسنا وده دور الفن على فكرة كمان حاجة اخيرة اما يبقى فيه حاجة عليها انقسام او عليها جدل او عليها هو ده النجاح رأي ورأي اخر مش بس النجاح ده معنا انك مقدم حاجة فيها فكر مش شيء كافي مش حاجة تفهى مش حاجة يتعدي وخلص ما تخدش بالك منها حتى لو عمتلك نهاية النهاردة انت بتتفرج عليها مش حسنها صادمة قوي انا ليه اطيبت كده هتفكر بعد شوية وتحسن فيه حاجة على فكرة احنا عندنا نهايات مأساوية في الواقع جدا الواقع مأساوية اكتر من الاعمال الدرامية صح ده انت في الاعمال الدرامية او السينما انت بتحسس على المشاهد بالضبط كده والمشاكل اللي بتحصل في المجتمع اللي فيه ناس بتقتل امهاتها وامة بتقتل عيالها حاجات اللي هي عكس النفس البشرية اللي ربنا خلقنا بيها صح فانا دوري ان انا اشرح مشاكل الناس وان انا حاول اقول لهم خدوا بالكم من كزا هنا فيه كزا انت بقى استوعبتها او لأك جمهور يعني ياريت تستوعبها دي حاجة تساعدني او تفكر بالضبط لو حتى ما حبتهاش على الاقل لا هتشغل بالك هو الرجل ده عمل كده ليه هو الناس دي عملت المسالسل اللي أفليته بالطريقة دي ليه فمسلا بتقولي لي هاني سلامة كان عند وجهة نظر النهاردة طلع على السوشيال ميديا شفت وهاني مقل جدا زهوره بس هو اتكلم بشكل قال ان انا كان نفسه جدا تبقى نهاية مفتوحة ولكن في الاخر وجهة نظره في الاخر هو هو ممثل عند وجهة نظر اتناقشته مع بعض اتكلمني هو احنا بنصور قال لي طب ما نعمل نهايتين طب ما نعمل نهاية سعيدة طب بتاع انا يعني انا مخرج المسالسل انا اللي شايف المسلسل بشكل اعمق انا اللي شايف انا عايز اقول ايه من المسلسل بشكل اعمق فانا مشيت ورا وجهة نظري انا وانا سعيد بيها ان انا على اقل حققت وجهة نظري وواثق في انه الناس هتبص للمسلسل ده والنهاية دي حتى اللي اختلف عليها حيبص لها بعد كده بالعين اللي انا بقولها دي وبعدين دي مش تجربة فريدة من نوعها يعني مثلا في فيلم كبارية طب ما الابطال كلهم ماتوا او او ما عملوا ايه اللي فيها انها اول لما خلصت اه انا تنحت انا بحب العمل اللي اول لما تترد تنزل انا بقى ادماغي بتفكر بزبط بزبط غير ان ما بتتفرج بتخش سينما كتير ايه بتخلص الفيلم بيخلص الفيلم بتقول هيا جماعة حنتعشى فين هيا جماعة حنخرج فين بتحس ان هو ما سابش خالص واحك لكن ده وبعدين هنا في نهاية كمان المشكلة هنا كمان اكتر ان انت مش بتعمل عمل محدش يعرفه ده انت بتعمل حاجة عن فيلم الناس عارف ان اخروا الناس هتخرج صح كده صح طب انا خرجتهم لك انا عملت ايه يعني يعني انا قدمت لك نفس الاسادزة الكبار العظامة عملوه في الستينات وقدمته لك انما انا بعالج القصة دي برؤيتي انا بوجه تنظري انا وجه تنظري انا ان احنا محتاجين نفوق دلوقتي مش نستنى لقدام ونقول ان شاء الله ربنا حيبقى خلينا كويسين ان شاء الله هل حق يتحسن يا اخي ممكن ما تلحقش طب ما تعمل دلوقتي وما بنلحقش انت لو ما رحقتش دلوقتي بالسلامة فات المعاد منذ كنت نفكر في النهاية دي يعني كنت وانت بتشتغل كنت نفكر في النهاية دي طبعا كنت شايفها وكنت طب وفكرة الطفل اللي في الاخر ان في مستقبل احنا عندنا مستقبل احنا قاهد الوقتي وضعنا في المعاملات والمبادئ والشكل العام عن المواطن المصري البسيط اختلف لكن في مستقبل مش مفيش مستقبل انما نلحقه برضو لانه ستاك لانه مزنوق لانه لسه جوه الاسنصير زي المجتمع داقل ستاك نلحقه بان احنا نتغير نلحقه بان احنا نفكر بشكل احسن ان احنا نغير طبعا ونبقى احسن ده اللي انا عايز اقوله من المسلسل انا يا جماعة احنا بقينا مش كويسين طب ما نحاول نبقى كويسين طب ما نرجع للي كنا عليه ده مثلا موجود في شخصية احمد بدير مثلا في المسلسل الراجل اللي هو متمسك بالثقافة ومتمسك بالمكتبة ومش عايز يبيع مبدئه ومحافظ عليه لغاية اخر لحظة في حياته ده كان شكل المواطن المصري البسيط زمان زمان صح هل ده هو هو اللي موجود النهاردة لأ الوضع بياسوق ضغوط الحياة طبعا ضغوط النفس البشرية والظروف الاقتصادية وحاجات كتير انما في الاخر كل واحد يبدأ بنفسه انا عندي مشاكل خمسين فهم ما يمنحل المشكلة ان انا قول ان انا عندي مشكلة الخمسين التانيين براكتس ان انا حلاها انما مافيش حاجة اسمها حبق اعمل لا مافيش حاجة اسمها حبق انت ضامن يعني انك هتعرف تعمل مش ضامن يلا نعمل دلوقتي ده ده المسلسل ده في الفين المسلسل اللي انا عايز يقوله والمسلسل بشكل عام عايز يقول المهنة بتاع احنا بقينا ممثلين احنا بقينا بنظهر شيء واحنا جوانا حاجة تانية طبعنا واخلاقنا وتصرفاتنا ومعاملاتنا كلها اختلفت عن زمان والشر زاد قوي طب ليه احنا في ايدينا نبقى كويسين ونبقى احسن مما كنا كمان هو احنا فعلا بقينا كده ليه وانت ودتني في حدة تانية فعلا يعني ليه الشر قوي والكلام الكتير قوي والدوشة قوي والنفسية والنفسية وفي الاخر ايام معدودة ليه بجد بقينا كده انت بتخش بتعمل حاجة حلوة وخلاص وتلاقي ناس مسلا انت بتساعدهم ويبقى يرد لك في ظهرك بشكل مش تمام وتلاقي ناس انت بتوف جنبها تتصرف معاجوة صرفاتنا الزريفة وما الى ذلك في الحياة فيلا نعيد حسابتنا قبل ما يفوت المعاد بس هو ده اللي المسلسل عايز يقوله انما انا كان اسهل حاجة عاملة ان انا اطلع عن اسم الاسنطير هي اعتذروا في الحلقة الاربعتاشر في الخمستاشر خرجوا كده تمام لا من وجهة نظري انا مش تمام انا بحييك عن نهاية عمومة لان هي مبارح بقولك انا شفتها مبارح اه انا خطفتني وعارف قلبي كده لقيته اتاخد مع الاسنطير وهو بيقع انا قلبي كده كنت عارف هبطت كده وبعدين العياط والقفلة اه لو سألتك عن اكتر المشاهد في بين السماء والارض اللي كنت شايل همهات اي حاجة في الاسنطير اي مشهد في الاسنطير بالنسبالي حاجة صعبة جدا اول حاجة اول مرة نعمل كده اول مرة اعمل اصور في مكان ديق للدرجات دي بهذا العدد من الممثلين بالكاميرا امان زي ما قلت لك انما يمكن فيه مشهد عينها كنت شايل همها قوي يعني مثلا ولادة شخصية سارة اللي هي عملتها نورهان انا اكيد ما حضرتش ولادة طبعية طبعية اه فكنت بسأل بقى الممثلات اللي معانا واستاذة ساوسن واستاذة نجلة ونورهان ويسرة ونادى بيحصل ايه بالزبط بالتفاصيل عشان اعايز اعمل ولادة حقيقية جدا فده مثلا مشهد عنا تصار فيه ست سبع ساعات ست سبع ساعات حقيقية يعني الممثلين دول ابطال حقيقية لانه المكان دايق جدا عليهم والمشاهد صعبة جدا وعايزها بقدرات خاصة وبيتعاملوا مع الكاميرامان ده زي عدو عشان بيخبطوش فيه عشان نعرف صعب قوي ومدير التصوير حيب صورة حلوة جدا